لا شيء يشغل السياسة الأمريكية هذه الفترة أكثر من الملف الإيراني صحف ومجلات ومسؤولون ومؤسسات حكومية لا حديث لها إلا إحكام الطوق بشكل كامل على رقبة النظام الإيراني وتوجيه ضربة له يأمل المتأذون من سياسته العدائية أن تكون قاضية تجميد الأرصدة الخارجية إقاف التعاملات التجارية فرض مزيد من العزلة الاقتصادية كلها تمهد لما هو منتظر في تشرين الثاني القادم استهداف قطاع النفط الذي يعد عصب اقتصاد البلاد والمشغل الرئيسي لآلات الحرب التي تدار في المنطقة بدءا من العراق وسوريا ولبنان شمالا حتى اليمن جنوبا بل أكثر من ذلك أنشطة إيران التوسعية في القارة الأفريقية وعلى قدر فاعلية العقوبات تتجه العملة الإيرانية إلى الهاوية ساعة بعد أخرى لتسجل حتى الآن أدنى مستوى لها على الإطلاق فوصل سعر صرف الدولار الواحد 185 ريالا إيرانيا هذا كله والاقتصاد الإيراني ما زال به بقية رمق فكيف إذا أصيب قطاع النفط في مقتل بعد أسابيع عدة الحديث الدائر في الأوساط الأمريكية يتركز على ضرب أذرع نظام خامنئي في المنطقة وليس الاكتفاء بضرب رأسه في طهران حيث أقرت لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي مشروع قانون للتصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون العراقية تزامن هذا المشروع مع دعوة قدمها معهد دراسات الحرب الأمريكي للكونغرس تتضمن مكافحة الميليشيات الإيرانية في العراق وعلى وجه الخصوص العصائب والنجباء بسبب دورهما الكبير في إدارة الحروب الطائفية وارتكاب المجازر في سوريا فضلا عن العراق كما ذكرت صحيفة ذهيل الأمريكية ويرى مراقبون أن تشديد المؤسسات الأمريكية على ضرورة محاربة وكلاء إيران في المنطقة تأتي من منظور سياسة حصار شاملة تستهدف رأس النظام الإيراني وأطرافه إذا كانت إدارة ترامب جادة في إسقاطه